فخامة الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي والحضور الكرام السيدات والسادة أولا وقبل كل شيء أودا أعربا انتناني لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على زيارته على تلبية دعوته للقيام بزيارة إلى جمهورية أرمينيا وكما على حسن الاستقبال وكرم الديافة وللوفد المرافق لي جمهورية مصر العربية في الشرق الأوسط من أهم الشركاء في الشرق الأدنى فأنا أشيط وأقدر تقديرا علينا الفرصة دي لأننا نستطيع التقديم بعدين البعض بين الاحتكاكات والتواصلات المتكررة بين قادة الدولتين والتعاون المشترك المتبادل هي الشهادة على العلاقات الدافئة بين بلدين فحسب بل كمان رؤية للمستقبلية مشتركة فيما يخص في جنوب القوقاس وشاقي له ستسرع والتوتر والمتطورات المستجدات خلال اللقاء مع فحمد رئيس عبدالفتاح السيسي نحن اتطرقنا إلى مسائل أمنية وإقليمية وزات السلاف في المنطقة وكمان في جنوب القوقاس وفي شرق الأوسط نقشنا قهود مصر وأرمينيا لإحلال السلام في المنطقة وفي جنوب القوقاس تأكيدا على أهميات 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 إحلال السلام في المنطقة وكمان بدعم الشركاء أنا قلت لفحمد رئيس عبدالفتاح السيسي تقدير أرمينيا بتقاه الموقف المتزن لجمالة نصر العربية والموقف البناء أنا قدمت لزميلي المستجدات لمباحثات مغاني بلاد الربجان لتسوية النزاع وأكدت عدت التأكيد على نية أرمينيا لتسوية الألقاء وتطبيع الألقاء بناءنا لا اعتراف بسلامة أراضي بين الدولتين وترسيم وتحديد الحدود حسب إعلان المآتي عام 1991 في جنوب القوقاس وفي المنطقة بشكل أرحب كاستقرار محوري جدا كمان رفع الحسار عن البنية التحتية في المنطقة وكمان سيادة الدول واحترام القوانين الدول والمعاملة بالمثل والمسوعة كمبادئ ففي هذا الصدد احنا بلورنا وأدمنا مفترق طرق السلام كمبادرة التي يحيئ وتنفيذها قد يمكن أن يغير الوضع في المنطقة كلها وبالتالي نعبني تعاون مشترك فعال بربطنا مع شمال الجنوب والغرب خمسة الرئيس 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 تتأسف جدا بخصوص اجتداد الأوضاع في قطاع غزة وبالتالي أشارات ألاف في الدحايا لبرياء فإحنا نتأسف فإحنا شهدنا بأنفسنا هجومات على المدنيين السلمين وعلى البنية التحتية المدنية وبالتالي إحنا نكاتف جهودنا لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف التقنار وبالتالي نشيد بخطوات جمهورات مصر الأربية لإدخال المساعدات بدون أي عقبة وكمان لاستقبال القرح الفلسطينيين وإجلاء الأجانب من المناطق وكمان نقشنا علشان كنا محتاجين للنصيحات ومشورة الجانب المصري علشان المساعدة الإنسانية لإدخال القطاع غزة نوسلها علشان إحنا عندنا مشاكل اللوجستية وإحنا بنشكر فحمد رئيس عبدالفت على مبادرته وعلى استعداده لإزم مساعدتنا ووزراء الخارجية بين البلدين في المستقبل رح يشتغل في حل المشكلة عمليا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإسرائيل والنزاع فأرمينيا دائما دعمت مبدأ حل الدولتين في قدوة أعمالنا الثنائي أعود أشير بارتياح إلى أن جمهورية أرمينيا وجمهورية من إسرائيل العربية دلوقتي عندهم تعاون مسمير في مقالات سياسي سقافي علمي تعليمي سياحي وفي مقالات أخرى في تعاون مسمير في متعدد المنسات في مصر بالنسبة لنا شريكة موسوق فيها وكما في علاقاتنا مع العالم الإسلامي وفي حوارنا ومش أقدر أشير إلا بين أرمينيا وجمهورية مصر العربية في علاقاتها في أهم مكان مميزة جدا للغالية المصرية الأرمينية التي تصم لقرون باستمرار لتنمية مصر وكما في تعزيز الروابط بين بلدينا وفي هذا الصدد أتقدم بشكر الجزيل وشكر الخاص على الرعاية والمعاملة التي على مستوى الدولة هؤلاء الأرمان استمتعوا بها ويستمروا في استمتع بها فحمة الرئيس بعد زيارتكم إلى جمهورية أرمينيا من الملحوظ اهتمام مستثمرين المصريين في أرمينيا وفي قادة شركات مصرية معروفين قاموا بزيارة إلى بلدنا على أرض الواقع التي يتعرفوا على أرض الواقع على فرص الاستثمار وأنا أعمل في أن في تار الزيارة وفي اللقاء التي تحصل مع الرجال العمل المصريين نحن نناقش الموضوعات وهننقل الدافعا جديدا لعلاقتنا الاقتصاب بين بلدين فدلوات بخصوص تطور العلاقات التجارية التبادل التجاري في عمليات وخطوات العملية بتحصل في السنة الجارية من المخصص تتم الجلسة الاعتيادية للجنة الحكومية المشتركة وكمان هيكون منتدى رجال عمال من إرسه وكمان من المتوقع عقد منتدىين آخرين خلال السنة فحكومة جمهورية ترمينية تشجع الرجال العمال الأرمان أن يشاركوا في المنتدى التي تُعقد في القاهرة في تطور ديناميكي في مجال السياح بين البلدين بنسبة لمواطنين بجمهورية مصر العربية باستمرار من الأفضل المقاصد كاستراحة وستنب تلو أخرى عدد السياح الأرمان لمصر يزداد عددا صفغامت الرئيس عبدالفتاح السياسي بختمة في كلمتي عاوز وأكد تاني مرة أننا خلال سنتين الأخيرتين في أهمية كبيرة جدا لزيارات متبادلة على أعلى مستوى التي يعطي حافظا جديدا وأنا أتمنى إنجازات جديدة والنجاح لمزيد من النجاح وصداد بين بلدين من أجل رفاحيات وازدهار بلدين ودولتين مرة أخرى وبشكركم على حسن الاستقبال وتكرم ديافة شكرا